هنشوف إلا هيحصل في الفترة المقبلة مع مشاركة إمام عشور مع الأهلي في الفترة المقبلة إمام عشور في سياق آخر أحد لاعبين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي وأحد لاعبين بيتقال اسمهم دلوقتي أنوا استنوا بقى خطوة اللي جاية الأهلي هياخد مين من الزمالك شوية يتقال فتوح شوية يتقال زيزو والتنين من أهم أعمدة الزمالك اللي تفككت خلال الفترة الماضية سواء بانتقالات أو بانتهاء عقود وعدم قدرة على تجديد تعاقدات هؤلاء اللاعبين معهم لم يتبقى الآن سوى من هذه الأعمدة الرئيسية فتوح وزيزو وبقت إفيه كان غير معتاد بقى يتقال بهدوء شديد من الطرفين الزمالكاوي يقول أنا خايف من الكبر اللي جاي يعملوا الأهلي فيجيب واحد من لعبتنا والأهلاوي يقول لهم إيه ده في عرض من باناثينايكوس لحمة فتوح وواحد يخلع القناع ويطلع اللي بيبعث الخطاب ده أو الفاكس ده هو الكابتن محمود الخطيب أو عدل القيعي الكوميكس أكيد شفتوها في الأيام اللي فاتت هنا بنروح لنادي الزمالك مشكلة الزمالك الحقيقية وأنا آسف لأن الناس بتزعل من المقارنات هي أنه لا يسير بنظام مؤسسي حالياً لا يسير بنظام مؤسسي مش علشان بس هو صاحب الصوت الواحد مش علشان أساساً بيقوده رئيس معزول وبيطلع يتكلم باعتباره رئيساً حالياً مش دي بس المشكلة المشكلة الحقيقية أنه الزمالك فقط قائم على جماهير كبيرة جداً وعلى تاريخ عريق جداً لكن لا يمتلك أي صفة أو شمة تقولك أنه مؤسسة قادرة على أن يكون لها حاضراً أو مستقبلاً طبيعي جداً حالة الألق اللي عند جمهور الزمالك دلوقتي لأنه نادي مفهوش إدارات نادي فيه من العشوائية الممنهجة ما يجعله بشكل طبيعي مهدد دائماً بتفكك أعمدته مش بس كده بل بانتقال أعمدته إلى المنافس الأهلي ليه؟ ليه دائماً بقول أنه أمير مرتضى منصور مسؤول عن اللي بيحصل في الزمالك؟ لأنه أمير مرتضى منصور هو أكتر واحد كان ممكن ياخد الصفة اللي تخليه يعرف يبني الهيكل ده في الزمالك لأنه مسؤول وفي نفس الوقت ابن رئيس النادي وبالتالي عنده قدرة أنه يعمل هيكل يعمل إدارة تعاقدات ويعمل إدارة سكاوتينج ويعمل حد يتفاوض ويعمل ويعمل هيكل موجودة في الأهلي مش موجودة في الزمالك ليه النظام غير المؤسسي اللي في الزمالك طبيعي أن يوصل لكده؟ لأنك لو عملت بس مايكروسكوب على وضع الزمالك هتلاقي أن كل واحد فعلا بيحاول يخدم بس الوحده فهتلاقي كلهم بيخبطوا في بعض ميدو يقول أنه الزمالك دفع مستحقات اللاعبين مرتضى منصور يقول إحنا بقلنا ثلاثة شهر من غير مستحقات والمدرب قاعد ميدو يقول حلنا مشكلة كذا وتعاقدنا مع كذا الناحية الثانية إيقاف مستحق قيد الزمالك بسبب ليشبونة وشيكبالة وبسبب أتشنبونج والزمالك ميدو يقول حاجة خالد الغندور يقول حاجة في التلفزيون الزمالك برئيسه المعزول يقول حاجة على فكرة حتى لو بيعملوا حاجة فيها خدعة لازم تبقى ممنهجة بنظام مؤسسي على فكرة ما هو الأهلي اشتغل على إقناع جماهيره بصفقة إمام عشور بشكل ممنهج مؤسسي سواء بإدارة سوشيال ميديا سواء بإدارة إعلام سواء بتوقيت خروج أعضاء مجلس الإدارة ففجأة بقى اللاعب الممنوع من الانضمام إلى الأهلي أصبح مرغوبا فيه عند قطاع كبير لكن عدم وجود نظام مؤسسي طبيعي جدا أنه هيخلي حتى الخطوات اللي لازم تنجح هي نفسها الخطوات اللي هتفشل أخيرا وقبل من سيب النقطة دي علشان معانا مدخلة مهمة جدا مهمة جدا أنه إزا مالك يعرف حينما يضع شكل مؤسسي لي أنه الموضوع مش بس فلوس الموضوع فلوس طبعا بس ما يقنع اللاعب بأنه لا يرضخ دائما لمتطلبات وشهوة المال لو هتسميها شهوة يعني هو أنك إزاي تربط اللاعب بناديه لعيبة الزمالك اللي في الزمالك أكتر حاجة مخليها متمسكة بالزمالك هي جمهور الزمالك واسم الزمالك لكن لازم تقلق بيئة عمل تحبب أي موظف واللاعب هنا موظف في المكان لدرجة أنه يعرف يقول للفلوس لأ لأنه عنده فلوس لأنه بياخد فلوس بس يقول لله أكتر منها لأ لأنه حابب المكان دي نقطة لازم يفهمها الزمالك كويس جدا أنك إزاي تحبب لعبتك في نادي الزمالك مش بس في اسم الزمالك وجمهور الزمالك إزاي تحببه في المؤسسة وإن كانت المؤسسة حاليا غير موجودة نقطة أخيرة أرى إن الحل أرى إن الحل سيكون بأن يتخذ الأستاذ مرتضى منصور قرارا من نفسه بالابتعاد عن نادي الزمالك الحقيقة يعني هو دائما ما بيجد طريقا للعودة فمما إن كل المحاولات لم تنجح حبا في الزمالك من جانبه أتمنى أن يتخذ بنفسه قرارا بالابتعاد عن الزمالك ليأتي من بعده وأن يضع طريقا لحل أزمات الزمالك المتتالية من الزمالك إلى الزمالك